حذر الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين من العقاد جلسة مرتقبة للبرلمان الذي قام بحله العام الماضي وفي تصريحات خلال اجتماع مجلس الامن القومين شرها موقع الرئاسة قال سعيد ان عقد اي جلسة للبرلمان مساس بوحدة الدولة وامنها وبامن الشعب التونسي ويأتي ذلك ردا على اعلان مكتب مجلس نواب الشعب عزمه عقد جلستين عامتين للبرلمان يومي الاربعاء والسبت المقبلين للنظر في الغاء الاجراءات الاستثنائية التي قررها الرئيس قيس سعيد منذ عدة شهور اضافة الى الاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد